العراق يتخطى الانهيار الاقتصادي بعد ارتفاع رصيده في البنك المركزي من العملة الأجنبية إلى أكثر من 60 مليار دولار تعزيز العملة جاء بعد سلسلة إصلاحات حكومية تمثلت بانخفاض ملحوظ في نافذة بيع العملة وارتفاع أسعار النفط ورفع قيمة الدولار أمام الدينار يعني الشيء مفرح أن يسمع واحد بهذا الظرف هذا أن يرتفع رصيد البنك المركزي اللي يبعث على الثقة وهذا مبني على خطوتين أولا ارتفاع أسعار النفط إلى 64-65 دولار وهذا كان حلم الحقيقة النقطة الثانية أنه إعادة تقييم الدينار العراقي يعني تخفض قيمة الدينار العراقي إلى 22.5 بالماء أيضا هذه زادت من كميات الدولار التي يبقى البنك المركزي يحتفظ بها ويمثل ارتفاع الاحتياط للعراق قوة اقتصادية مهمة لتخطي تقلبات الاقتصاد العالمي لكنه يمثل تحديا اقتصاديا أمام الدولة في استثمار ذلك الاحتياط في المشاريع والخطط التنموية التي تزيد من منافذ الواردات المالية غير النفطية من خلال البنك المركزي أن يوظف هذه الزيادات في استقرار سعر الصرف من خلال المناورة في عمليات البيع والشراء والمزايا ومزايا العملة وكذلك فتح قروض كبيرة لأجل بناء مشاريع عملاقة وستراتيجية وهذه القروض تعود بالنتائج على تحريك السوق وخلق فرص عمل وكذلك الحد من البطالة ومشاكل ذلك وبينما ينظر المواطنون بتأمل لاستثمار تلك الواردات والزيادة في العملة الأجنبية لمعالجة بعض الأزمات الاقتصادية التي أصابت جزءا من منظومة المجتمع إلا أن مراقبين يحذرون من التراخي في إصلاح بنية الاقتصاد الوطني ومع أهمية ارتفاع الاحتياط النقدي للعراق لتعزيز مكانته الاقتصادية إلا أن استثمار ذلك الارتفاع في الجوانب التنموية يمثل طريقا مهما لتجاوز التقلبات الاقتصادية العالمية سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد